بس اخدوا بالكم حاجة ماهدام بيجيش منفراغ علشان بس ما نلومش الجمهور كمتلقي لانه الجمهور في النهاية ضحية مناخ الزمل الاعلاميين اللي بيعتمدوا على اغازة الطرف الاخر بهدف اثارة الاهتمام والبحث عن الترند ونسب المشاهدة فيتسئل سؤال كل هدفه انه يطلع منه بحتة تغيظ الطرف التاني هو ده السبب لدرجة انه يوصل الامر لمقارنات مش في محلها مين احسن هو يعني انا بسأل سؤال على طول او بتابع دايما وابدا وبين استورة الكرة في تاريخ مصر مش محمد صلاح ويبان ان الهدف ان انت عايز تمحي اي حد غير محمد صلاح مع انه يا اخي المسألة لا تحتمل استورة واحدة او نجم فز واحد كل واحد فعصره ادى واعطى وانجز وانجح بمعايير مختلف بمعايير وبظروفه وبواته وبقدراته وامكانات العصر اللي عاش فيه ده كل حاجة تغيرت ده انتوا لو تلاحظوا كل حاجة في الكرة بتتغير هتلاقوا اي حد بيقول مين احسن ده جاهل ده جاهل جاهل حقيقي بجد لانه يا جماعة ده الكرة تغيرت الكرة البول اللي بيلعبوا بيها تغيرت ارضيات الملاعب تغيرت العلم تغير التغذية تغيرت التاكتكس تغير الصحة تغيرت طرق اللعب تغيرت العلم والمدربين الاجانب والمصريين والمحليين تغيرت التحكيم قانون الكرة نفسه تغير كتير نمط التفاوخ اصد ابرهيب فبالتالي ارجوكوا وانتوا بتسمعوا مين احسن من مين اعرفوا ان اللي بيطرح السؤال جاهل جاهل بجد لانه ده غير منطقي وبيصير الناس ضد بعضيها انا لا يمكن اقارن واحيانا تتم المقارنة في مركز غير المركز هو مين احسن حسن شحات ولا الخطيب والهدف اغاز الطرف على حساب طرف ده جاهل ده جاهل حقيقي حتى بالكرة لانه ده راجل بيلعب في مكان وده راجل بيلعب في مكان وده كان قد كتير جدا انت النهاردة لما بتسأل في الداخل في اللي بيلعبه دلوقت هو مين احسن افشا ولا جمال حمزة يعني جمال حمزة لعب وبطل وكان بيلعب في مكان غير اللي افشا بيلعب فيه ايه علاق الدب ده غير ان انت عايز تغيز الطرف ده او تخدم الطرف ده خدوا بالكوا بقى من كل المقارنات اللي تتسأل محمد صلاح نجم عالمي محمد صلاح فخر لنا كلنا انه وصل لقمة المجد العالمي اللي كلنا بنقدمه نموذج وقدوة لكل الولاد مفيش داع ان انا لما اكون عايز اطراحه وعايز ادلة او الغي حد غيره كل واحد في عصر وفي وقته ادى ونجح مش بالضرورة ارجوكو قمة المجد مش مدببة يقدر يقعد عليها الكل في وقته وفي عصر وفي اوانه وفي ظروفه لكن الهدف والمهندس عدلي بيتكلم على زواهر التحفيل ومشاعر الغضب اللي تبقى بين الجمهير ومبعضها خدوا بالكو انتو اللي بتصنع السم والله انتو اللي بتصنع السم ده نمط نمط المهارة يعني زمان اللاعب المهاري هو اللي بيرقص هو اللي عنده قدرة على الامتاع ورونالدينه ده احرف لعيب ما كانش احسن لعيب ممكن رونالدو البرازيلي يقيم يجي قبليه لكن ده احرف لعيب ميسي ورونالدو كريستيان ورونالدو ده نوع ده نوع بالظبط انت بقى بتنقل نوع اللي يعجبك بتقول ده احسن واحد بالنسبالك لكن ممكن مين افيد واحد لفرقته ممكن يجي لك واحد زي محمد صلاح هو الافيد واخد بالك لكن هما نيجي نقارنه زمان عبد الكريم ساقر كان يقول لك رحمة الله عليه ده لعيب يقعد نطق الكرة بجل الجن على دماغه ما تقعش منه وحش عرف يقطح دي كانت مهارة مهارة بيقايم عليها بالظبط واخد بالك لكن الشازلي ما كانش عنده الجماليات لكن اكتر فرود او واحد من اعظم الفراودة في تاريخ مازال بقى الارقام القياسية باسمه الضزوي بعكسه جسم ضعيف جدا ونحيل لكن عنده مهارة او اتنين علي ابو جريشا مهارة علي ابو جريشا رضى الله ارحمه مين الاحسن يعني ايه مين الاحسن وهم دول يعني واحد يلغي الباقي اطلقها انما دول كل واحد بيمتعذ بما يملكه من سمات وماذا قدرته على انه يعبر عن هذه السمات في الملعب وفايدته لزميله دي نقطة مهمة جدا فايدته لزميله كابتن خطيب كابتن بوتريكا كابتن باركات لن نحترم الجميع انا معاك لا الاستفتاءات ولا المقارنات دي ينفع تتقال وبعد كده يعني احنا بنسيب الناس تعمل عجينة السم دي ونلومه جمهور اللي هو ضحية يا جماعة حاولوا تبسوا بين الناس الحب والاحترام والتقدير حاولوا تبسوا على قيم الرياضة والروح الرياضية بجد مش بالضرورة علشان الفة نظر الناس واجزب اهتمام الناس اسيل الاهلي او اطرح سؤال هدفه اثارة الاهلي واثارة جمهوره وبعد كده تسأله جمهور الاهلي ده بيحفل ليه يا اخي انت دلت المسألة من الاول جفف منابيع التحفيل من البداية خلي اللغة المستخدمة فيها الاحترام للمنافس خلي التقدير لكل فريق انت بتلعب انت بتكسب انت بتخسر انت عندك ظروفك لكن مش كل مرة اللي عايز يدفع عن الزمالك لازم يسيء للاهلي واللي عايز يمجد في لعب الزمالك لازم يقابله بالإساءة للنجم في الاهلي هي دي اللي بتخلق كل هذه الروح السلبية للأسف هنطلع لفراتي